محور الأخير القصيدة الحسينية دورها موقعها شروطها خل بالك وياي لهذا المحور الأخير لأنه هو المهم القصيدة الحسينية ما هو دورها التاريخي إن القصيدة الحسينية منذ أيام ذي الرم اللي أنشد أمر على جدث الحسين ومنذ أيام أبي هارون المكفوف الذي كان ينشد الشعر للإمام الصادق ومنذ أيام دعب الخزاعي الذي أنشد عند الإمام الرضا عليهم السلام إلى أيامنا هذه القصيدة الحسينية حفظت تاريخ الطف ومصائبه ومبادئه فكانت مصداقا جليا لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أحيو أمرنا حيث حفظت تاريخ الطف عقيدة وتاريخا ومبادئا واليوم القصيدة الحسينية تمثل المنصة الإعلامية التي تصنع الثقافة اليوم اللطمية الحسينية اللي اسمعها الجمهور أصبحت هي المنصة الإعلامية اللطمية اليوم هي المنصة الإعلامية التي تصنع الثقافة الحسينية للجماهير المتنوعة والأجيال الصاعدة وتأثير اللطمية اليوم أعظم من تأثير محاضرات الوائلي سيد منير ومرتضى الشيخ المطهري أعظم من ذلك أصبحت اللطمية الحسينية تأثيرها أعظم من المحاضرات والكتب والأقلام وشرح الحقائق العلمية وكل ذلك بفضل الشعراء الذين أبدعوا في مجال تصوير تاريخ الحسين عليه السلام سيد حيدر الحلي سيد جعفر الحلي زين شيخ صالح الكواز شيخ عبد الحسين الأعسام الحاج هاشم الكعبي السيد رضا الهندي أبو أبو البحر جعفر الخطي من القطيف شيخ حسن الدمستاني لكل سنة نقرأ بياته أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور شيخ حسن التاروتي الذي نقرأ بياته إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوا فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبو الحسن لأنزعي هذا الشعر الرائع العظيم الخالد الذي حفظ لنا سورة كربلا هذا الشعر الرائع نقرأ بياته واستطلاة نقرأ بياته